مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي قبل الفيطان وكين بعد الفيطان الناس اللي يعطني كي هدروا على الماء وش نعطيهم الماء فوقاش نعطيهم الماء فوقاش نخرجهم مياه كلو كوش انشاء الله دي نجاوب عني فهذا الحب إذن قاع الصغار دي الأرنيب يعني حادي في الولادة أول مرة غدي توليب لكم شي أرنابة منين شوفوا الأرنابة وندات ما تحاديوش في الصغار ديالها أولا ما تقربوا لهم مش خليوهم القادية دياله وش غدي يأكلوا لما يأكلوش دكشي في الول كتكل الحليب ديال الأم هذي معروفة تهل الله في الأم يعطيوها شي إما النخالة منخلطة مع الماء الدافئ في الصباح يعطيوها مع القادية للعسل يعطيوها يعني فيتامينات الناس اللي ما عندهم مش إمكانيات مش يديروا فيتامينات يديروا غيء النخالة مرشوشة مع الماء الساخن في الصباح الباكير والعسل هذا الشي بالنسبة للصغار يعني الله تولدهم راه الأم هي اللي كتكون مهتمة بهم ما تحاديو فيهم ما تعطيهم تشي حاجة راههم يعني الأم هي قادرة بش يعني تتوكلهم فوقاش الأسبوعين أولين يعني كيبقوا في البيت الولادة كما كتشوفوا أنتم مراكينين بويوت الولادة اللي فيهم الألانب يعني باقين ما خرجوش ولكن المشكلة فين كيكون أن الأنثى كتكون حاملة وهي كتردة تمو كتولي كتولي يعني يعني ماشي يعني هدوون فرق ما بين الأنثى اللي خليتها أعطيتها واحد الفرصة يعني باش تردع الصغار ديالها تتفطنهم والأنثى اللي الناس اللي كيدلوا دورة يعني مباشرة غي كتولد الأنثى كيعطيوها للدكار عاو تاني كيزوجوها مع الدكار عاو تاني اسمو كيوقع كيوقع أنها ما كتقش تهتم الصغار ديالها بشكل كافي لأنها عندها أجينا خرين في الكرش صغار خرين عندها في البطن ديالها اسمو غادي تولي غادي تولي ما ما كتردعهم مثلا نقوله كترد كانت تقدر تتدعهم في اللول ثلاثة لمرة كيلي كتردع ثلاثة لمرة وكيلي كتردع جوجو مرات في اليوم اسمو كيوقع لها كيوقع لها أنها كتولي كتردعهم غي مرة واحدة من كتردعهم مرة واحدة هم كي إلى الموربي طلع عليهم كتولي كي يلقى بلي يعني البطن دياله يعني ما فيهاش الحليب بزاف يعني منيك يطلع عليه كي يبلو مشوك شمو يمشوك وهو أن الزغب دياله يكون طالعي نقوله مشوك مشي رع فيه البلد لا رع فيه الجوع عشنو نديرو حنايا في العمر ديال العشرين يوم كيف ما كتشوفوا معايا أنا غدا نوريكم إذن هادو في عمر ديالهم عشرين يوم أشنو بدلت لهم هادو كنقى الرميل هم يعني الأكل ديالهم بيت الولادة يعني هايا الأم هايا كتتاكل من العجل من العلافة وكي لكي يكنوا معايا من العلافة غراهم وكينين ولكن نبقى الرميل هم هما الداخل باش نساعدهم يعني وخى كيردعوا منهم هم نساعدهم شوية لوقيته اللي الرميل هم فيها الماكنة ماشي يعني الفصة رميل هم ده بره فصة يابسة ماشي الخضراء ممنوع الأخضر فاللوقيته هادي يعني أنا مغالي تصابو لكم بإسهالات إذا اسمو الفكرة اللي بغيت نشرح وهي أن منين الرميل ها هي الماكلة في العلافة ديالها هي العلافة مباشرتها ومار رميلهم علهاش؟ اسمو السبب لأنه إلا مشيتي ترميتي الهم هما هي غا تقاد تحقر عليهم وتقاد تضربهم باش تأكل الماكلة أما إلا أعطيتهم في نص الوقت هي كتاكل هايا هي كتاكل هما وهما كيأكلوا في نص الوقت ها أنت هما هما السمو غادي دير هما كيأكلوا الأشياء الرقيقة وكيخليوا لها هي الأشياء الغلية ذاك العيدان وهادي ديال الفصة هما كيأكلوا الحاجة الرقيقة التي بفمهم وهي كتدخل كتكمل هذا الشي هذا العيدان ها دورا واحد نقول واحد ربوا ساعة ما غا تلقاش تحبه في التم ها تلقاهش إنه ما كيأكلوا وهي كتاكل بالنسبة الناس كيترحوا التساؤلات ديال أشنو نوع الأكل وش نعطيهم الخبز جاف وش نعطيهم السيكالي ما تعطيهمش الخبز جاف كارم وما تعطيهم السيكالي الخبز جاف فوقه فوقاش من يكملوا شهر وغيت دك ديق ديالو غيت فرتيت ديالو يعني تدبقوهم زيان عاد تعطيهم كيميات قليلة لأنكيكون باقي وما تفطموش بسمو كيوقع الناس اللي كيمشو يعطيهم بزاف ديال الخبز جاف يعني كارم كيوقع إنه كيلقاء الأراني ديالو تحجروا بسمو يتحجروا كييولي وكرش ديالهم قاسحة هاديك موضوع أخر هذا كيولي الأرنب خصك ت تعامل معاه باش يقدر يعيش لأنه كيولي صافي الكرش ديالو مكتقاش تقدر تدخل وخاكي يبغيش رب الماء كرشو الأمعاء ديالو مكي مكيهضموش إن المسيرنات ديالو كيكونوا باقي عاد صغيرين بالنسبة لسمو تعطيهم فصة يابسة فصة يابسة شحن موحد كيسووني عليها هرا هيلك التعطى للماشية منين تمشون السوق وتشوفوا واحد الناس كيبيعوا واحد تبن تبن راه معروف من لابد ما تلقوه معها الفصة وتلقوه معها الخرطة دان هاد الاشياء هادو من لابد ما تلقوهم في السوق هادك الفصة فيها أنواك اللي العيدان ديالها طوال وكينا اللي العيدان ديالها قصار بالنسبة للألانب عموما كيبغيوا الفصة اللي العيدان ديالها خصار وتما كتدعوش فيها لأنه من كيكونوا طوال الأغلبية كيخليوا ذيك العيدان انتم مشرو هاد البائع قولوا عطينا الفصة الرقيقة يعني الخاصة بالألانب غي غا تقولوا لها خاصة بالألانب غا غا ديعرف غي قولوا هال البائع غا ديعطيكم اللي خاص بالألانب بالنسبة لما الماء ضروري أن شحامو عد تقول لي لا ما نعطيوش الألانب بالماء هانتم ممكن ممكن تشوفوا أنا راني أعطيهم الماء في العشرين يوم الأولى هو مسكين كيت شعفط ويقلب بالألانب بالإضافة إلى الحالي ديال الأم والماء فوقاش يبقى يشربوه مني كتكل شوية درش حرارة بدأتكسر سافع لابد الإنسان نحن هالدوائي الإنسان مني كيكون الجو بارد كتلاحظوا أنكم كتقاش تشربوا الماء بزاف وخا هو ضروري الجسم وخا تسكم تشربوا الماء ولكن في الجو الحار كتلاحظوا أنكم كتشربوا بزاف أكثر من الماء لماذا؟ لأن الجسم كيحتاج الماء هو كيعطيك واحد يعني ناقوس خطر كيقولك أنا بغيت بغيت الماء هذا هو الموضوع ناقوس ناقوس أحضرت لكم يعني ببساطة يعني كيفاش تتعاملوا مع الانانب الصغار كان شي تساؤلات مرحبا بكم في التعليقات طيبة ديالكم الناس لي ما زل ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غادي بدعم ديالكم كنشكركم على التعليق طيبة ديالكم تكيو على زر جام باش تساندونا قناة غادي بدعم ديالكم يعني تساندوني ما تنسونيش بزر جام وسكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبدة اشتركوا في القناة